هل ترى اللحبة كيف تفعله؟ تطيح كل شيء يمكن أن تحتاجها من حالة هنطلع فيها المهند هل ترى المهند شكله كيف تفعله؟ كل هذا هل قال لي شيء خفيف هل ترى شجرة الفواكري؟ هل تجد الموقع أن تنزل لك من البوز هخدكم في يوم بعيد عن الناس بعيد عن الدوشة بعيد عن الزحمة يوم بقى جديدة خروجة جديدة هتفصل من كل شيء هارفين انت قهت في الصحرار الوحدة هيدو قاعدة في الطبيعة هاي بقى يوم خطير بقى من الزحمة بتاعت وسط البلد هكذا كان الشرم مش بعيد يعني بالزبط نص ساعة من وسط البلد لهي قرية بدوية اكل بدوي خيام قاعدة في الطبيعة كل حاجة معمولة هنا في الطبيعة عمتنا الكار دي اسمها كارية غزال الريم الديكاراتو كل حاجة في المكان هتحسسك بالطبيعة هتحسسك ان انت في دهف شرم كل حاجة هنا على الطبيعة حتى الماء بسك الاعداد بقى كلها بدوية سواء كانت جوة او برا بقى في الهوة دعوني ادخل بقى نجرب نعمل العيش البدوي او الخبز الصاق بقى اهلي سينا بيقولوا عليكم فاهم ماشي اول حاجة هناخد الدي نمسح بي ايدينا بعد كده هنبطت العجينة بالطريقة دي نفرده بالرولة طب او بيتعجبني احس انها بقى وسط الدي بص بقى انا هغش منك واخد دي كده كيفين بقى المكان مساحته دي اصلا العادة عمتا حلوة وبالليل بقى بتبقى خطيرة عمتا بقى المكان ده اكتر حاجة مشهورين بيها وهو الاكل البدوي وما بيعملوش غيرها دعون نشوف بقى لما مكان يبقى متخصص في اكل البدوي بس هل هيطلع حلوة فعلا دعوني انت عاشوا بقى كده عاشوا خفيفة قبل ما نعم نتدق اول حاجة بالصينية دي نتقام لها اوبا نية فيها كل خيراتها الله فيها كل حاجة انت ممكن تحتاجها حمام طرب منبار كفتة شيش اما حاشي يامان دي فيها كل حاجة انت ممكن تتخيلها اوبا الملخية جاه يلا بينا اوبا نزيج جنب هنا اوبا البورما وهي بتتكب انزل بالبورما يا باشا اه اه الريحة نجاعتها اكتر انتوا بتجواعوني اللهم اصلى علينا اوبا في ايه تاني جاي بيه تاني معلك تعالى بالملخية ماشي 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 استلب حاجة علي العب يا باشا او خليه بصابت خليبك هتبقى بالكده الريحة جواعتني اوبا دي عايزة معلقة احنا هزين معلقة ندقها على طب بص تعالى نبدأ اول حاجة بالملخية كده وهي لسه نازلة بالتاشرة بتاعيتها الله خطيرة بص تعالى ندخل بقى على الصينية دي كلها بص احنا نشيل السلطات احنا مش عايزين السلطات احنا هندخل بقى على ايه على المفيد انا بتاجين عشوة بسيطة خفيفة ناكلها تعالى نبدأ اول حاجة بالحمال بص احنا متى الحامال ببقى الصغير قوي ده كده بان علي ان هي متحمرة قوي اوه اوه نار هنطلع ايه تاجي اوبا لتجبينة الرز الحاجة الرز اصلا تحسوا الرز بريم الرز الرز رز طحفة رهيبة اول حمام احس ان هو مصبوط كده انا ندخل على قل طرب شايف الطربة عامنا ازاي شايف كمبيلة رهيب تعال الطربة مع التحنة حيبوا مادية خفيفة انا ندخل على الكفتة وصل مصبوقة كفتة في المعقول اطعم اللحمة واضح ده هنا كتير التحينة بقى واضرب مجرد ما في العشن مجرد كده العشن الصغ بص ده العشن اللي انا كنا عاملين نختلع فيه وبنعمل انا بص ناخد كفتة تبقى كده ساعة ساعة في التحينة اوه اه الهزة حلوة اوه اشتعم مبارة مبارة حلوه حلوه بص فيها قصة ده بيته حلوة اوه ده جامع انا مستمتع الصراحة انا مستمتع وتعوهه با كانا شوف ما مراحل الماندي و هو في خفرة بعد ما استور مرحلة با هنطلع فيها الماندي اوه вот اننزل با فين إيه اللي وننزل با المانديا باشا اوه 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 واااااااااااااااااااamos الله ما سلمنا. تشارف الماندي شكله عامل ازاي? يا خطير رهيبة منظر رهيب. الماندي بجد شكله ومنظره ومش طبيعي. يجيب بقى الرز اللي شارب تدبيلة من الماندي. اوه. الرز بقى شارب تدبيلة الماندي كلها. وهو لسه طالها من حفرة سخن مولع كده. كده نزل حاجاتها عالطرابيزة ونجربها. بس باكده. اوبا. بس بس على هيا بس. شاف اللحم عاملة ازاي? اه. ايه ده? بس يتمسك كده. رهيب. بس بس اللحمة بس اللحمة. اه. شاف اللحمة عاملة ازاي? الله مصلح عليك. ماندي. رجب ما جرمش الرزي كلها. ناخد ما بقى حتة ماندي هنا. رز صراحة جميل اول. دي كمان مع عشي. مم. ندخل بقى على البورمة. بس شاف اللحمة عاملة ازاي فيها? تعالى تعالى تعالى. بيان هرابيات. طعم اخب معنا فيها. الله. الشربة دي خطيرة. شرب بتاعها حلوة اول. ما جربناش العيش الصاج بالملوخية. ملوخية الواحدة بس ما جربناش بالعيش. اه. اه. سعني بتاع الطاجن مقفولة. ايه بالطاجن ده? انا معرفش الايدة. ده هنسأعرف ايدة دلوقتي معاكم. ده طاجن بزيلا. طاجن ببامية. طاجن ببامية سادة. شفت. دي نقاب باللحمة كده هنبقى حلب كتير. في حاجات انا مش طغيلها فمش عايف اجيبها فقا نقوم لها. تعالى ناخد دي. انا عارفش ايه دي برا بسم الله. رحس انها مبكبكة مش عايف ليه. هي مبكبكة. شافش اكلها عامل ازاي? شوية فهي شربت شوية من السلسة بتاعيتها. انتشاف اللحمة. سوف نغض اللحمة دي. مع القرونة. بخش. المفضوع بسيط جدا. رهيبة. خش بقى على المصبي. شايف شكل الفراخ عامل ازاي? لا رهيبة. متن كل الاكل اللي هنا بدوي والمصبي دي اكلة بدوي. دي بتبقى فراخ معمولة على الحطب. الشكل هكذا عامل ازاي? هتحسها فراخ ماندي بس هي لأ ايه فراخ معمولة على الحطب. هسبيتها قريبة. الغريب ان هما بيعملوك كريمي اوي. احنا هنجرب بقى دلوقتي المضغوطة. واتقلبت المضغوطة. بقى على المضغوطة فراخ. بقى ببساطة كده. بص دي احنا اللي ناخده على ميلاد ازاي. احنا عادين منصور فيه جنبنا عيد ميلاد. عرفان الفايبس والاجواق خطيرة. بص. ايه غريقان افراخ. ايا كل حتة هتلعف يا فراخ. الحلو بقى كناف. دي انسب حاجة بعد الاكلة دي. تاني حاجة بقى. وهي المعصوب. المعصوب ده بقى 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 او براه نعيش بلدي مع لبن وزبادي وموز. وزبيب وبقى اخر حاجة بقى كان لازم نختم بيها ورطب بيها وهي شجرة الفواكس. بص احنا نبدأ اول حاجة بالبطين. ده دي شجرة الفواكس. بقى دي احلى حاجة. بعد الاكلة دي. بعد الاكل بقى كده تعاني ونخسل القدين. بص هتلاقي الموقع بتنزلك من البوس. تخسل ايدك. عمتن بقى هناك من بالليلة على طول هتلاقي حفلات والفايبس والاجواء هناك روح. وبس كده بقى كم معكم شو ناصر السلام.